موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام متتبعي قناة الوطنية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد متجدد من برنامج جيالبار الرياضي هذا البرنامج كما عودناكم يأتيكم كل سبت وثلاثة من أجل مناقشة أبرز القضايا الكروية في الجزائر الحدث لهذا الأسبوع ولهذا اليوم رد الفيفا الرسمي النهائي الشامل الحاسم على الملف الجزائري ورفضها رفضا مطلقا إعادة المباراة أو اعتبار الجزائر متأهل على حساب المنتخب الكاميروني نناقشه أيضا مخلفات الجولة التاسية والعشرين من البطولة ونتيجة وفاق سطيف أمام الأهل المصري في نصف النهائي دور أبطال إفريقيا أبطال إفريقيا كل هذه المواضيع وأكثر نطرحها هنا في استوديو الفارياضي بطرح إعلامي محترف يرافقني في تقديمها في نقاشها تحليلها أساتذة من خيرة النخبة الإعلامية ورياضية في الجزائر والبداية بالقدير مصطفى بسكريم وحلي القناة السلام عليكم والسلام عليكم على مشاهدي قناة الوطنية عليكم السلام شكرا شيخ أيضا مشارفوني في الاستوديو الصحف القدير مونير بالقاسي شكرا على تلبية تاوه مرحبا نبيل تحياتنا لمتتبعي قناة الوطنية تيفي إن شاء الله نكون أخفاف عليها إن شاء الله شكرا فوضيل الصحف النشيط شرف أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا مرحبا نبيل مرحبا بمشاهدي الكرام وإن شاء الله نكون أخفاف عليكم إن شاء الله نبدأ معك فضيل الفيفا تحسم الجدل نهائيا تحسم الجدل رسميا تحسم الجدل بشكل مطلق المباراة لن تعاد ليس في هناك أي أمل ليست هناك متاسعة من الوقت من أجل الخوض في هذا الحديد كيف قرأت هذه الرسالة التي وصلت من الفيفا للفاف؟ كيف قرأت البيان الذي أنوانته الفاف في موقعها الرسمي؟ هل يصح وصفه بالغامض؟ كل هذه الأسئلة أعطيني فيها إجابة على أجال المفضل بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نتحدث عن قرار أو عن مراسلة تعال في فيفا أمس بودي فقط أن أشير أن المباراة من لاحية القانونية مباشرة بعد نهاية المباراة أنا شخصياً طالعت على القانون رحت مباشرة إلى القانون وشفت وشيقول شفت المواد القانونية شفت حتى قانون الفار وشفت وشكين يعني في الأمور القانونية وستخلصت أن المباراة لن تعد في كل حالات يعني بعد المباراة إلى يومنا وأنا نتحدث ونقول المباراة لن تعد ليس هناك أي تمدة قانونية اللي راهي في صالحنا لتخلينا نعود المباراة هذه أولاً ثانياً البيان أمس كان كأنه تحصل حاصل لكل ما حدث أثناء المباراة أثناء 120 دقيقة اللي جرات في ملعب تشاكر أهدرنا وقلنا قلنا لا نبيع الأوهام من هذا البلاطو أهدرتها قلنا لا نبيع الأوهام بصيفتنا إعلاميين قلنا أن المهمة دينا تكمن في يعني مدام الشعب الجمهور الجزائري يحلم مدام نحن نوروله كيفاش يحلم نوروله يعني من أي جهة من أي جهة يمكننا التأهل مباشرة إلى قطر وهي ثبوت رشوة ما عدا ثبوت رشوة بأدلة ملموسة وثابتة فلا أمل لنا في الوصول إلى قطر وهذا ما قلته هنا في هذا البلاطو ويعني كما يقول لك يومين حتى في مقالة صحفية يعني قلنا قلنا أن المباراة لن تعد هناك هناك إمكانية لتأهل مباشرة وهي ثبوت رشوة ما كاش ثبوت رشوة وبالتالي أنا شخصيا القرار كان منتظر وهذه هي قلت لكم قلت لكم أن الحاكم قاصمة حتى وإن سلبنا حقنا إلا أنه سلب حقنا تحت غيطاء قانوني تحت غيطاء القانون يعني القانون يحميه في كل الحالات وسيمونير بن قاسي ما رأيك في بيان الذي نشرته الفاف كثيرون أعتبره مبهم غامض اختلفت القراءات حتى بين النخبة الإعلامية بين النخبة الرياضية هناك من أكد أمس أن الفيفا لم تحسن بعد هناك من قال خلاص انتهى الأمل انتهى كل شيء الآن قبل دقائق من الآن الفيفا ترسل الفاف وتأكد أن الملف طوية نهائيا والله شاطر رأي زاميل فودير وعندي نعم عندي وحدة كلمة باك نقولها البعض الأشخاص اللي هولوا الحالة ومشي غير باعوا الأوهام زادوا ذوها كما يقول لك ديليفر يحتل دار الأوهام استعى الشعب الجزائري وهمهم منذ البداية باللي فيها خير والناس راحوا أبعد من ذلك ولو يقسموا بالله باللي الجزائر راهي في قطر واللقاء لن يعادوا الجزائري متأهلة وإحنا عدنا الله غالب إحنا عدنا الشعب يحب المنتخب الوطني الله غالب ما تقدرش نحيله هاد المحبة هدي ولا هاد الحب ولا هاد الشغل ما تقدرش نحيله تأجروا بالقضية تأجروا بالقضية وباعوا الأوهام والناس الله غالب عليهم أمنوا الناس كانوا شاهدين كما يقول لك في ذاك الباصل يستعامل وزادوا الناس هادوا يحلفوا يقسموا بالله ومنذ البداية الحمد لله منذ البداية قلنا باللي من الصعب ومن الصعب جدا أن اللقاء هذا يعاد إلا في حالة واحدة وهي توبط عملية رشوة قال لك ناس عندهم أدلة ورهم هاد الأدلة هادوما ذوك أسكو هادا إيطو سامير إيطو غابي لدرجة يروح للمصر ويروح للمغرب ويروح لباريس باش يديمعها لأخر تعلم 100 ميل أورو لـ 100 ميل دولار يشري قدام ربي وإنما من واحد يكمبيني راح يكمبيني قدام ربي وعباده هدي مكاش منها هدي دونك أنا نظن حتى شوف البيان تعلبها البيان تعلبها أمس هدايا لطاح الوحدة عصباح أنا جاء مشتبيني تعلب الوحدة عصباح لكل حال بيان واضح ما كان يؤسفوني البيان واضح وما خلاص يقول كيما يقول لك بركة ما كان يبيع أوهام نواله اللقاء لني وعد البيان تعرف فيفا راه واضح وضوح الشمس قال لك كيما يقولوا خلاص لدوسي إكلو ما كان نزيدون طبلو بزاف وما كان نزيدون وهمو نوهمو الناس بحاجة مش راح تكون حتى وفي حالة ولا كان طعنوا لما كاشطعن لدوسي عندنا فيفا إلي كلو هادي هدا هو الكلام الأخير اللي يقدر نقوله لك وشيخ بسكري ما رأيك أنت في هذه الضجة التي أثرت قرابة ثلاث أو أربع أو خمس أسابيع من الجدل الآن حصحص الحق ناس كانت تتكلم كل واحد كان يمد أمور اللي كانت أغلب الأحيان يعني غاربة وغاربة جدا نحن وش كنا نتكلمه كلنا نقوله المضمون والشكل والمضمون في الميلف الفريق الوطني إذا كان الميلف يتكلم غير على الحاكم ما فيها حتى فرصة لباش المباراة نتأهل مباشرة لا تعد هذه مفروق منها إذا كان أمر واحد آخر لي لحد الآن لم يثبت هذا يعني القارة تعال فيفا كان يمشي على الحساب التوقعات انتعنا نحن يعني لهذه ما يعني كان فيه فرضيتين اللولا إذا كان في التحكيم ما عندك حتى حظ وإذا كان عندك أمر آخر لو تكلموا عليها أنا يا الإخوة ما رحيش نعود أن تكلموا عليها ولهذا الآن أطوي صفحة حضر الفريق وطني حان الوقت يطي صفحة مونديال قاطر بالطبع بالطبع أنا أقل على شهر رح يتكون عندنا منافسة قارية نعبد يعني نركزه على الفريق الوطني نعود أن نسترجع القوة تعالى من كل النواحي ونبني فريق من ضرور جديد لإذا كان هذا الفريق رح يتبنى لباش على الأقل في 2026 رح يكون عندك الحظ رح يتضعف لأنه رح يروحوا تسعة من إفريقيا وربما حتى يلحق حفرها تسعة من قاعده يعني يلعب مباراة فاصلة يعني ملحق مع يعني كاشوش من القرار يلعب معها هذه هي الأمور يعني رح تكون عندك فرصتين لباش تضعف الحظود تلك وتكون في 2026 وهذه هي رياضة في بعض الأحيان تكون طموحات تعمى وش إلا الفريق يعني الشعب ككل إلا أن نقدر لما شاء أفعل يعني اليوم يعني خرجنا من هذه البطولة العالمية تعلق القطر إنها لابد أن تكون بتصرف حضري لباش نبني فريق واحدة أخر ليكون جاهز مننا تصفيات لما يبدأ نظن في 24 ولا في 2025 لي باش يكون تصفيات الـ 26 اللي تكون في ربما في تلت بلدان يعني كندا مكسيكو الولايات المتحدة مكسيكو الولايات المتحدة مبدائيا وحضوذ يعني كبيرة باش تكون عندنا فريق كان فيه تعثور كان ربما فرغ للأمور ويعني إحنا إحنا رأنا متقنين باللي ما تقسيناش رياضيا ولكن القانون أو تكلم عليها والحكمة تقول أن علينا طيال صفحة رسميا والآن وفي أقرب وقت ممكن الكورة ما رحش تحبس اليوم الكورة ما سازل ونعبو مكسيكو يعني اليوم لابد أن تدخلوا في يعني مرحلة تحضير الفريق للكأس الفريقية يعني عندي فقط بعض بعض الملاحظات يعني بعض النقاط باش نوجهه باش ننوره الرأي العام ننوره الجمهور الجزائري فيما يخص الأخطاء التقنية هناك بيان البيان اللي إصدارته الفاف الثاني اللي قالت فيه يعني أبرز Molt أبرز في الأخطاء التحكيمية التقنية لو كان يعني الشعب المشكل المشكل في الجمهور الجزائري أو في فئة من الجمهور الجزائري هو أنه لا يطلع ولا يتطلع على القوانين أو المواد القانونية على الأقل على الأقل يا أخو يا جمد القانون أده المحامي والمحامي هو اللي يدرك بكل موضوعية وبكل حياد وبعيداً عن العاطفة والذاتية وهذه هي طبيعة عملنا يعني هنا عندك لفوت تيكنيك اللي قال عليه باين اتحاد جزائري كورة القادم قال لك باللي أبرزنا الأخطاء التحكمية التقنية الأخطاء التقنية لفوت تيكنيك دوران لصنفين مينيتي يعني طيلة طيلة 120 دقيقة ما كان ولا خطأ تقني يعني لازم يعلمها الجمهور الجزائري أولاً ثانياً حتى وإن كان هناك خطأ تقني فإن القانون هنا وش يقولك يقولك بعد أي خطأ تقني وبعد أي توقف الأول للكورة تم لدير الاحترازات التقنية والاحترازات التقنية تندار مع محافظة المباراة وبالتالي هنا يدرسوا للخطأ التقنية هذاك ويقروا يعني نسبة كبيرة مئوية كبيرة يعني باش تعد المباراة غير ذلك حتى وإن كان هناك خطأ تقني ولم يتم الاحتراز في تلك اللحظة أنا رح يكون خطأ في الشكل وبالتالي رح يرفض طالب أو شكوى الاتحاد الجزائري أو الطرف لمد الشكوى يعني تم الرفض للطالب هذاك وتقعد نتيجة هي وممكن بالك حتى الحاكم يعاقب على الخطأ التقنية لكن نتيجة تقعد كما هي موني البقاس الآن تراجوا في وسائل التواصل علانية لدى الفاف من أجل أن يتم الصعود بهذا الملف إلى محكمة التحكيم الرياضية سنشاهد سيناريو آخر وهذا السيناريو هل ستكون له نفس المآلات التي خرج عليها هذا الملف أم أنه فيه بصيص من الأمل؟ ولا نقاون في نفس الدوامة في نفس الحكاية؟ أنا شو أقول لي إلا إحنا نبقى في نفس الدوامة إحنا رأنا أنصار بدلال أجل قولنا أنصار تعلم منتخب الوطن وغادنا الحال وقلوبنا وجعونا كي تقصد بلادنا بسح الله غالب ما تقدرش ذوك رح تبدل ما عندك حتى حاجة رح تبدل بش تكذب عن ناس ذوك بش نكذبوا عن ناس ونقولوا طعن شارف دين عمارة كان صرح قبل قبل عنده واحد الخمستاشر اليوم حتى في حالة رفض طعن الشكوات عنها هذه رح نديره طعن لدى نسيح لدى محكمة تحكيم ذو هنا وش ذوكو نعودون أقول لكم هاد الفيدرالية هاد بسيفة عمى باش ما شخصوا حتى واحد المكتب الفيدرالي هذا كما يقول لها وشغل الهروب نحو الأمام هنا أنا غير نغلطه ونزيد ونغلطه ونزيد يغلط ويزيد يغلط هاد المكتب الفيدرالي وفي كل مرة يجبدلنا حاجة يتخبام وراها كما يقولوا بالعامية وهذا الطعن وشحي وشحي دير خاصة لما نعرف باللي لي كان عنده الميلف رئيس هاد اللجنة هاد التحكيم هو كولينا أسكو هادا كولينا نستعرف عليه باللي إنسان تعرشوا ولا إنسان ينحاز البلد ولا نعرفه باللي إنسان نازح كان حاكم نازح حتى في الجهاز تاعه هادا ما سمعناش حنا عليه ديسكوندال ولا مهازل ولا إذن حتى ولو كان يكون هاد الطعن هادا راح نعيش نفس السيناريو ونفس النتائج نفس الأشخاص راح يزيدوا يطبلوا في وسائل يزيدوا يجيبوننا تاني ملفات يقول لك هاد المرة هاد المرة سيو راح نتأهله راح نعيش نفس السيناريو وشعب الجزائري بسيفة عامة اللي راح كان ناس اللي راح يمنوا هاد الأمور هو اللي راح يكون الخاسر الأكبر كما يقول لك لازم واحد يعرف كي يكون هادا أني شكل لازم واحد يكون يكون رياضي يكون سبورتيف على بلنا شعب الجزائري يقوله حتى حتى كثير من الدول على بالهم باللي قاصمة تبح المنتخب الوطني على أرضية الميدان ونقولوها ونعودوها قاصمة تبح المنتخب الوطني ضد الكامرون لكن حتى أتبح أعرف كيف أتبح بصفة قانونية وخرج فيها كما يقولو خرج فيها قانيو وواحد ما راح يمسوه وعلى بلنا وواحد ما راح يدلوه احتحاجة والدليل على ذلك أنه تم تعينه في لقاء كأس الكامر نوصلين هذه النقطة من الأمور التي أطارت الجدل أيضا هي طريقة الفاب في نشرها للبيان كان فيه اتصال هاتفي مع الصحف القادير يزيد وواهيب بعطيهنا المخرج تشجير صوتي للصحف يزيد وواهيب في هذه القضية ثم نعود للستوديو لازم كل البيان ينشر كل البيان لكن المعلومة اللي عندي أنا تقول بل الاتحادية ما نشرش كل البيان نشرت الفترة الأولى لبصير على الشكوة على الاتحادية الجزائرية والترقط لعدة نقاط لكانت الاتحادية الجزائرية شارفها في التقارير تحا يعني بس نكونوا عن الصورة إذن كانت هذه مكالمة مع الصعف القدير يزيد وهي ما رأيك فوظيل في طريقة تفاعل الفاف مع هذه القضية من الأساس يعني من أول يوم إلى آخر يوم هل كان في هناك غموض أم أن الفاف كانت تمنح المعلومات بطريقة عادية وبطريقة شفافة لأن ما حدث أمس أثار كما قلت لك حفظتها الكثيرين لدرجة أنه اجتهادت من الصعفين هناك من أخطأ هناك من أصاب هناك حتى نخبة رياضيين لم يتمكنوا من الفصل التام في تكاء القضية يعني البيان كأنه في الظاهر ليس شفافا مئة بالمئة وأولا بالأحرى ليس واضح مئة بالمئة هو من قبل قبل يعني ما نتكلمه قبل ما نتحث على البيان أمس إحنا دائما تبدأ كما يقول لك العام يبدأ مخريفه يعني القضية هذه القضية منذ البيان الأول والخطأ في المصطلح الذي استعملته الاتحادية الجزائرية باستعمال مصطلح طعن ما كان مصطلح شكوى أو احتجاج أو تظلم يعني هنا هنا شفنا يعني كاين هناك يعني اللي شافه قلب حتى طريقة صياغة البيان يعني كان خاطئ وبالتالي هنا راح يبان يعني كما يقول لك العاقيبة ديالها بان هذه أولا ثانيا يعني ناقضت نفسها الفاف ناقضت نفسها في البيان الثاني كنحات كلمة نحات كلمة طعن تظلم بالنظر بالنظر إلى يعني يعني تصحيحات تصحيح يعني الشعب يعني اللي قرر القانون أنا ما نقولش لا أزكي نفسي وما نقولش باللي أنا نعرف ولا أنا طالعت على القانون مباشرة بعد نهاية المباراة أما بخصوص الخطأ التقني كل الخطأ التقني كنت نعرفه يعني من قبل كنت نعرف قانون هذا تعال خطأ التقني لكن يتمكي يقول لك الخطأ التقني هنا أنا شخصيا عرفت باللي عرفت باللي شغل البيان هذا هو مجرد بيان لذر رماد لكن بصفتي جزائري وبصفتي عاطفي ككل جزائري أنا شفت قلت بالك ممكن كين ذر ذر رماد في العيون باستعمال بيانات سطحيا سطحيا يعني سطحيا يهضر برك لكن باطنيا ممكن قلت بالك عندهم أديلة ثابتة وكما يقول خباوا على الشاب محبوش يعني يمدوا الانفورميسي جيست لكن في الآخر تبين أنا 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 ما كان والو حتى حتى سيته البايان تاع البالح بين تاع البالح صراحة ما يقدمش عليك أنا كي قريته ما فهم فيه والو ما فهم فيه والو بصحب وش نقولك أنا قبل البيان يعني لحقتني المعلومة قبل البيان لحقتني المعلومة وعرفت وش كان في فحو البيان وبتالي أنا على بالي وشكين ومحوش نقرأ يعني قريته هكذا من فوق برك وفي التعدا كانت عندك معلومة قبل البيان بأنه الفيفا رسلت وأكدت أن المباراة لن تعاد نعم المعلومة هذه هي المعلومة لا لا وصلتني المعلومة وحطيتها يعني شرطها حتى في المير ديالي تع فيسبوك وكانت رضو الأفعال يعني كانت قوية يعني من قبل الجزائريين خاصة سلبية منها لكن الأومار أدوما ما شغل ما أطرهش خلاص والفناهم شغل تعودنا عليها هذه قضية سي مونير بن قاسي الآن لماذا تنتظر الفاف من أجل أن تخرج ببيان رسمي شفاف وماذا تنتظر لماذا وماذا تنتظر لا أقولها بكل صراحة هذا الفاف هذه منذ أكثر من عام عندها كان موق دو بروفيسيوناليزم فلاقرو هنا كان مكاشي احترافية قعف هذا البيلو هذا ما نشكوش في قدرات تعل الأشخاص يراهم قاع أشخاص ونحترموهم لكن تسير في كورة القادم ما عنده حتى الممارسة الممارسة ما عنده حتى علاقة في دومان تاعك أنا نشوف هذا المكتب هدايا من اللي يجاه هو غلطة أمور غلطة أمور غلطة أمور مهزلة أمور مهزلة حتى في البيان تاع أمس في الترجمة كان مشكل كبير البارح ما عارفوش ما با البيان ما عارفوش ما با يترجمهم اللغة الفرنسية اللغة العربية كان مشكل استعمال المشطلحات ما كاشوه ما كاشوه بمحاله تباين في كامل إنجليزية مونيرا؟ كامل إنجليزية يعني فيفا ستاتوا بالإنجليزية؟ هو الفيفا تتواصل باللغة الإنجليزية تتواصل بالإنجليزية يعني ما بايش كيفاش تم الترجمة يعني إلى الفرنسية داروه للفرنسي بس داروه للعرب هنا مشكل كبير لازم نقوله المكتب الفيديرالي هذا والله العاديم غير أنا شخصيا ما نشفهم كيفاش رويسير في الكرة الجزائرية بالرغم من كل هذه الأخطاء ويزيد يقول لك رح نديره باين ونرح نزيده نروحه للطاس ونطعنه ويزيده يطمع الشعب ندون حان الوقت باشا رئيس الفيديراليه يتحمل مسؤولياته وقال رقاء هذا خسرناه ورا نطبله باطل احنا على بلنا هو في بادي الأمر قال لك يجب أن نسبره بزاف ونطمعه بزاف وبعد يقول لك لا لدينا ميل افتقيل ودينا أدلة خطيرة وأدلة طاطعة ومبعدها في نهاية شوفها بالمكانين هناك المشكلة تتحدثنا بالأمس لمواجهة الأهل الليبي أمام أولندو يعني أظن أول أمس مساءً يعني هذه المعلومة تعطيك انطباع على أن المباراة أو أن الفيفا لم تكن لتصدر قرار على هذا القرار التي رسلتها هي ليست أول أمس هي قبل أول أمس في الليلة هذه التي قبلها لتم التعيين هنا حتى قبل ذلك قبل ذلك كان داروه في غرفة فلفار وهناي أنا نشوفها هي رسالة غير مباشرة للجمهور الجزائري وليس فقط الاتحاد الجزائري لكور القادم هي رسالة غير مباشرة بأن الأمور حسيمت علاش؟ في حالة في حالة ما إذا كانت شكوى وتم قبول وتم قبول شكوى أنا يصار فيها تجميد تجميد النتيجة النهائية لمباراة وتجميد الحاكم يعني شغل قضية قضائية كي تكون قضية في العدالة على نزاع حول قطعة الأرض أو القطعة هذه الأرض ما تتباع ما تتشرى يعني حاجة ما تخل فيها حتى يفصل فيها سيلا مام شعز يعني هو شيء نفسه بخصوص قرارات كهذه يعني هنا نورمال مو يتم تجميد مهام الحاكم مع تجميد نتيجة المباراة إلى غاية صدور الفصل في القضية بصيفة نهائية هنا مصر أوله أولا ندارة القرعة ندارة القرعة والكاميرون متواجد متواجد في قرعة كأس العالم ثانيا تم تعيين باكاري قاصاما في غرفة الفار في تشامبيونز ليك في الدور الربع النهائي وحاليا تم تعيينه لمباراة أيام نصف نهائي كأس الكاف يعني هنا هي رسالة غير مباشرة للجمهور الجزائري وللعارفين بخبايا أو بالكرة بالكرة الإفريقية وكرة القدم بصيفة عامة بلليك شغل ما تسنوش بزاف يعني كما يقولك الأمل لازم يكون ضائل بزاف يعني كانوا ينقصونا في الأمل لكن دائما أمل جزائريين قاعد دائما كبير كبير يعني أن من حقها أنك شاهد وحنا نشكون لومه نابل صراحة أنا شخصيا دائما أتكلم وأقولها يعني أقولها صراحة خالية الإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع احتراماتنا للأشخاص أنا نتحتل دائما من الجانب المهني خالية الإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يقولوش لا يريد أن تخدموا خدمتها لكن هلهم يخلوهم قد يخدموا خدمتهم أنا أحب يقول هل هناك استقلالية في خالية الإعلام للإتحاد الجزائري لكورة القادم هذه إشكالية طرحناها حتى قبل القام قلنا وعودنا أن خالية المعلومات ما ليس حقوش تمدنا المعلومات لكن على الأقل خالية الإتصال أو خالية الإعلام في الإتحاد الجزائري لكورة القادم تخدم خدمتها وتعلم المنتخب الجزائري الجمهور الجزائري بأخبار المنتخب الجزائري لأن المنتخب نقولها ونعيدها كما قالها الناخب الوطني جمال بالماضي هو ملك للجمهور الجزائري وملك للجزائريين ومن حقه معرفة جديد كل جديد يخص اللاعبين أو التعداد واضح فضيل ناخد فاصل ثم نعود لك ناخد فاصل أيها السادة الكرام ثم نعود إلى الوسوديو عودة بأسمائي حضراتكم إلى جزء الثاني من هذا النقاش توقفنا عندك سيموني القاسي تفضل أكمل الفقراء من الوقت تعقيم بصغير من بين لزانو مالي لشنو فيدلافاف الفيدرالية كان خالية الإعلام تعالفاف ومكلف بالإعلام تعالمنتخب الوطني على هاد لحقنا لهذا الأمر هذا الفيدرالية عندها خالية الإعلام هي تشرف على كل شيء احنا ولينا عدنا مكلف بالإعلام لشغل تاعه المنتخب الوطني والمتخب الوطني راه هي قطعة من الفيدرالية والفيدرالية عندها خالية إعلام هنا باش نشوفه من بين أنا نقول لك من بين الأخطاء اللي وقعت فيها هذي المكتب الفيدرالي وهذي الرئيس الفيدرالية وهذه النقطة من بين النقاط اللي تحسب على المكتب الفيدرالي هذا علاشي ولينا نغلطه بزيف ولينا نخلطه بزيف البيانات ما هذا النقطة هذه من بين المشاكل اللي حقنا لها مع الفافة هذه نواضح على إثريت صريحات مونير نختم الموضوع الأول تحول إلى الموضوع الثاني وخسارة وفاق سطيف بربعية نظيفة هناك في ملعب السلام بالقاهرة بعد ثواني نربط الاتصال مع محمد شحات صحفي والنقد رياضي بمصر هو معنا كابتن محمد مساء الخير مساء النور أستاذ نبيل أهلا بك وبديو فكرة تحية طيبة لك ولي الجمهور والشعب المصري الشقيق الكوتشو مصطفى بسكري ربعية في مرمى وفاق سطيف في نصف نهائي ما دلالتها ما تأثيرها على الوفاق في مباراة الأيام ستكون النساء صعبة صعبة جدا ونعرف بأن الأهلي تفاوض بصفة قوية خارج الميدان عدة مباراة رجع من خارج الديار بنتائج إيجابية ليخلطوا الحق لهذا الدور وحتى للدور النهائي ليس لنبدأوا دركنا نأولوا في أمور لي من ناحية رياضية لأننا شفنا اليوم ربع سفر كانت النتيجة ربما تكون أثقل من ربع سفر لأن فريق الأهلي ضيع عدة فرص سانحة للتسجيل رياض عفوا وفاق سطيف كان سيء أم أن الأهلي كان جيدا وستثمرة في الأخطاء التي بقع فيها الاثنين نجمو قلوب الأهلي كان في يومه وستيف يعني يلعب بمنظومة اللي ما شيم دار يلعب بها في الشامبيونز ليك لما كان المدرب بندريس اللي كان يلعب بيكوتلا وميخليش الفراغات اليوم شفنا العكس وين فريق وفاق سطيف كان يعني حال اللعب بصفة غير متوازنة وخاصة كان فراغات ما بين الخطور اللي كانت خط الدفاع اللي كان يلعب بطريقة ربما المدرب الجديد حاب يمد نظرة أخرى وهذا اللي ينظن يعني الخيارات التاعوه ما كانوش في المستوى وهذا اللي يخلى الفريق وفاق سطيفي اللي ما قدرش يعني يقاوم فريق مثل الأهلي اللي ما يتسامحش في أدوار هذه اللي تلعب فيها ولما خاصة زيد يعني تلعب بنقص عددي مع الأهلي تخلص الفاتورة تاعك كاش ولهذا شفنا الفريق سطيفي كان من المفروض يلعب ربما بنفس الطريقة اللي يلعب بها مع الطرجي التونسي وخاصة هذه المباراة المعيارية اللي كانت في المباراة على عودها وهذا شفنا وين كانوا فيه عدة يعني صعوبات للفريق سطيفي لمقدرش يلافز ما وشي من ناحية البدنية كانوا وجدين النعابين ولكن من ناحية التنظيمية اللي كان خارج النطاق اللي يسمح للفريق الأهلي لأنني قلت لك ربما اليوم كانت تكون نتيجة أثقل من هذه خاصة في الشوطة الأول وين شفنا عدة فورص لضيحهم الفريق الأهلي يعني الفورص للفريق السطيفي كانت محتشمة جدا يعني ربما فرصة وفرصتين اللي ممكن كانت يعني النقص العدد يأثر بعض الشيء نعم نعم يعني زي تأثر هذه ما رأيك في لقطة طرد قراوي مستحقة لأن يعني الحق شوية متأخر وقاس رجلته على الخصم وين كانت فيه خطورة ونضنب اللي كانت أحمر مئة بالمئة مستحق نشرك معنا محمد شحاتة من العاصمة المصرية القاهرة كابتن محمد قبل بداية المباراة الجميع كان متوجسا من الوفاق هذا النادي الذي يقف هو الندل التاريخيا أمام الأهلي المصري بانتصارين لكل ناديين وتعادل هل كنت تتوقعوا أو أنتم كإعلام مصري أو كرأي عام في مصر هل كنتم تتوقعون الفوز على الوفاق بربعية كاملة لا بكل تأكيد يعني الكل لم يكن يتوقع هذه النتيجة الكبيرة يعني الفوز بأربعة أهداف يعني وفاق سطيف خريق عنيد شفناه أمام الترجي أدى بشكل أفضل ولكن أعتقد أن سبب الخسار اليوم عدة عوامل منها هي الدفاع المبالغة في الدفاع من خريق وفاق سطيفي هذا المدارم الجديد ناركو فيتش يعني أعتقد أن السربي كان يدافع بدفاع منخفض جدا يعني مما أتاح الفرصة للمنادي الأهلي في التقدم أعتقد كما ذكر كابتن مصطفى أن النتيجة كانت ستصبح أكثر من ذلك يعني أعتقد أن الرعونة وفي إنهاء الهجامات بالنسبة للعيب الأهلي كان من الممكن أن نرى نتيجة أكبر من أربعة صفر أعتقد اليوم حتى العناصر المميزة بالنسبة الوفاق سطيف لم تضع يعني كالأظهرة خندوسي وأعتقد جنيط اليوم دون المستوى أعتقد الجابه برضو لم يكن في المستوى بالخروي برضو أضع فرصة في هذه المبارات أعتقد يعني المبالغة أعتقد أن وفاق سطيف بالغ في احترام الآلي يعني أو كان هناك مبالغة شديدة يعني في احترام الخص مما أدى إلى الهديم اليوم يعني وبنتيجة كبيرة نفضل نشركك نشركوك معنا في النقاش الوفاق كان لا أقول ذو حظ أوفر ولكن كان يتقسم النسبة المئوية خمسين خمسين بين الأهل على الأقل بنظر إلى مستوى في مباراة الترجي وعودته بفوز ثمين جدا من هناك وليس الفوز على ترجي متاح لأي فريق كما تعلم ما لتوقعت خسارة الوفاق بالأربعة وإن كنت تتوقعها فلماذا؟ أولا قبل أن نحيي زميلي محمد شحاطة الخسارة بهذه النتجة لم تكن منتظرة تماما بالنظر الأداء التي قدموا وفاقستي في المباراة الماضية في تونس أمام ترجي التونسي حتى محليا حتى محليا يعني عاد بقوة وفاز في مبارتين متتاليتين بعد سلسلة من الخسارة وبالتالي ما كنا نسلناه هذه النتيجة حتى نقدروا كنا نسلناه خسارة لكن بنتيجة مماثلة وبأداء هزيل كما قال كوتش مصطفى بسكري لم يكن في مستوى تطلعات الجمهور الجزائري لم تكن منتظرة خاصة أمام فريق هو فريق لما نقولش أقوى فريق في إفريقيا لكن من بين الفريق القوية في إفريقيا وتغلط معها يعني تغلط تخطئ مع هذا الفريق في نصف ساعة الأول وتكمل يعني بنقص عددي مع قوة الفريق المنافس هنا راح تخلص الفاتورة غاليا كما قال الشيخ بسكري وبالتالي حتى بعد خروج قراوي يعني كنت نسلنا كايلي يعني نتيجة نتيجة تكون نوعا ما ثقيلة لكن بربعة أهداف صراحة نتيجة ما تعكش مستوى وفاق سطيف حتى مباراة للإياب إن شاء الله راح يعمل وفاق حتى يحفظ ماء الوجه فقط يعني صراحة يعني أنا ما نتوقعش بلوغ النهائي تفضل محمد قلنك تدخل كابتن فضيل المبلغة المبلغة في الدفاع اليوم من وفاق سطيف هي السبب الهديمة يعني شفنا يعني الدفاع منخفض جدا يعني أول مرة شوف وفاق سطيف بيدافع بهذه الطريقة وفوقه مش نهر بالطرق الدين ولكن ليس بهذه الطريقة كان فيه احترام زايد يعني كان فيه 11 بيدافع بعشرة بيدافع بطريقة عشرة واحد ومتوقع في هذا المنطق شيخ طبع لا يعني باش نكملوا في نفس الفكرة نوعية الدفاع ما كانش الفريق السطيفي ما كانش يدافع بكتلة كان يدافع أو كان يخلى يعني فراغات ما بين الخطوط هذا الشيء اللي يستغلوا الفريق المنافس الأهلي لكن لما يكن دفاع دفاع متقدم دفاع منخفض بالتالي الأهلي كان عنده أريحية في التعامل مع الخطورة بسهولة وشيخ محمد شحاتي قال أنه الوفاق احترم درجة التخوف من ما هوش مكان ما هوش فاق لازمه لكن درجة التخوف يعني أنه المنظومة اليوم نبيل اليوم المنظومة اللي لعب بيها وفاق ستيف لأول مرة يلعب هكذا ستيف خارج الديار دياله خاصة في الشمبيونز ليغ هذية ومعروف عنه أنه يحسن الميراس خارج الديار خارج الديار لما يلعب يعني كتلة والكتلة لازم كما أقولك تسيرها لما تكون الكتلة منخافضة عندك تصرف لما تكون الكتلة في وسط الميدان عندك تصرف لأن الفريق الأهلي عرف ودرس الفريق سويفاق ستيف ويستعمل يستعمل التمريرات في ظهر المدافعين لخلق صعوبات كبيرة ليرغم الفريق الستيف عاود رجع للوراء المدافعين رجعوا للوراء وكان فيه فراغ ما بين المدافعين ووسط الميدان وهذاك الفراغات يعني كما نقوله الأنترلين ما بين الخطوط اللي استغلها الفريق المصري اللي قدر يصنع الفريق والحمد لله يعني نقوله ربعة سفر وربما كانت تكون نتيجة متضاعفة لأن في الشوطة الأول شفنا مرتين وين الكورة يعني استعتبد بالعريضة وفي الشوطة الثانية كانوا فيه ربعة أو خمسة فورس سانحة لتسجيل الأهداف يعني ربما كانت تكون نتيجة يعني تعالى السانة في تاريخية ولكن في العودة الشيء اللي لازم نروي فاق الستيفي على الأقل يحاول يربح المباراة تعه بأي نتيجة لأن باش تقول يعني خاسر بربعة سفر أمام عملاق إفريقيا راح تكون من الصعب وربما من المستحيل نخذ فاصل ثم نعود إلى الانستوديو لمواصلة بقية النقاش أبدأ بأسماء حضراتكم إلى الجزء الثالث والأخير من برنامج البار الرياضي لعددي اليوم توقفنا معك محمد شحاتة أنت معي الآن كابتن محمد هل تعتقد أن المهمة قد حسمت وأن الأهل قد ضمن تأهله إلى المباراة النهائية أم أن شعور الخيفة والتوجس من الوفاق لا يزال داخل أصوار النادي بكل تأكيد كابتن نتيجة كبيرة يعني أربعة سفر يعني أعتقد الموضوع بقى صعب جدا كما ذكر الزملاء الموضوع صعب أربعة سفر من الصعب جدا على وفاق سطيف التعويض في سطيف أو في الجزائر صعب جدا يعني النتيجة كبيرة الأهل الأهل فريق عنده حادات في أفريقيا وفريق عنده وبيجي اللعب خارج ملعب وشفنا خرج المباراة الفائتة أمام الرجاء تعادل واحد واحد يعني أعتقد أنه لن تكون هناك صعوبة بالنسبة للأهل المصري في تخطي سطيف أعتقد أنه لو كانت النتيجة اليوم 2-0 أو 2-1 على الأقل يعني كان من الممكن الحديث عن العودة بالنسبة لوفاق الصيف أعتقد الفريق اليوم ظهر بشكل سيء جدا يعني كما ذكر الأخوة الزملاء يعني شفنا في تفكك ما فيش ترابط ما بين الخطوط يعني وفي مبلغة شديدة في الدفاع أعتقد أن ليس هذا هو وفاق الصيف الذي رأيناه أمام الترجي فريق مختلف تماما في تفكك في الخطوط أعتقد أن تغيير المدرب يعني من الممكن أن أحدث بيجرب خطوط جديدة يعني بالنسبة لطريقة الدفاع المتأخرة والدفاع المبالغ فيه بالنسبة للفريق اليوم مباراة صعبة جدا على صيف العودة يعني أعتقد أن أن تكون مباراة لحفظ ماء الوجه لا أكثر ولكن ما أعتقد أن العودة صعبة جدا صعبة جدا ولكن معنا كابتن محمد سأعود لك بعد قليل سي مونير الوفاق كان قبل هذه المباراة بطموحات عالية جدا من أجل السير إلى النهائي وتكرار سيناريو 2014 الآن ربعية في مرماة دون مقابل تقضي على الآمان نهائيا أم أن البصيص لا زال قائما لأن الكرة هي في النهاية لعبة غير متوقعة الحسابات لو نتكلم بالعاطفة كجزائريين نقول لك كان باصيس أمل وكان فيها خير لكن ركح تلعب ضد فريق أهلي عملاق من عمليقة إفريقيا فريق كبير منظومة كوراوية فايز بأربعة أهداف مقابل سفر في لقاء الذهب وهذا الشيء مهم جدا ربع أصف باش الوفاق بالمعنويات هذه وبنفس هذه التشكيلة وبالعقلية المدرب هذا الجديد اللي جاء خلط شوية الأوراق مشي أنا نشوفها شبه مهمة شبه مستحيلة ولا فوق القلب على كل حال أنا نمتمني وفاق استفيد أهل لكن أربعة صفر مع الأهلي في لقاء الذهب مهمة شبه مستحيلة وأنه نهضر بكل منطقية بعيدا عن العواطف شيخ المدرب الجديد داركونوفيش خسير الرهانة قبل 90 دقيقة المقبلة لأنه كنظرتك كتقني لخططه لأفكاره في هذه المباراة تتوقع أنه لدى الرجل شيء من السحر من أجل تدارك على الأقل تقديم مباراة في المستوى لما لا إسارة العلاق البارس الجيلة ولاثية في مرمى الأهلي على الأقل مثال حازم تكون في يوم خارق للعادة يباشت تسجل تلت أهداف لفريق يعني الأهلي وخاصة أمام حارس عملاق اللي هو الشنوي من أحسن حراس في إفريقيا يعني لا عواطف ولا أمر يعني الشيء المنطقي يتكلم مدن ساجبل حامل اللقب هو الأهلي واللي موسم مقبل منه الأهلي هو اللي كان حامل اللقب يعني من ناحية لا 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 يعني التاريخ القريب يعني سنتين للنبضاء هو اللي بطل إفريقيا ولما نشوف التعداد دياله عنده عدة لعابين عندهم تجربة كبيرة عندهم مستوى عالي ولعبوا في كأس العالم اللي لأنذية وليوم هو اللي ره ينفس في البطولة كالعادة في البطولة البصرية يعني يعني عنده كل مواصفات عباطل برة أخرى في الدوري تشامبيونز ليج اليوم لما تخسر أمام فارق عملاق مثل هذا يعني بربعية كاملة يعني المهم أنا نقول الشيء المهم والأهم أن وفاق ستيفي يحاول يعني يفوز بالمباراة ولكن باش ترجع يعني بربعية على وفاق على أهلي رح تكون من المستحيل باش تعاود ترجع إذا كانت يعني رح تكون كي ما أقول لك هذه معجزة للفريق حالما نهدرش بالأمنيات ولا يعني العواطف ولا هذه لا حالما نهدر منطقة كورة القدم لكي باش رهي يعني ضيعوا فرصة فرصة كبيرة المدر بالحال اللي جاء بالطبع جاب نظرة دياله ما نقولوا شي تحملوا العالم ما نشك ما نقولوا نشارعوا فيه حنا رأنا نقولوا عنده نظرة على كيفاش الكورة هو كيفاش يشوفها في وقت قاسر جدا من الصعب باش توضع يعني رتوشات كبيرة كما شفناها اليوم لأن المنظومة تقفريق وفاق ستيف مايش المنظومة اللي كان يلعب بها طيلة التصفيات سواء في دور المجموعات أو في التصفيات اللي باش لحق لدور المجموعات وكيفاش رجع وكيفاش لعب في دور الثومن والربع النهائي اللي سمحته باش لحق حتى للدور النسف النهائي بهذيك القوة الذهنية بالكتلة بالمعاونة ما بين اللعبين بيناتهم في الدفاع في الهجوم وكيفاش كانت يعني التصرف على الفريق الوثاق ستيفي هذا الشي اللي ما شفناش اللي وشفنا فريق بمنظومة مغايرة جدا ربما مغايرة اللي كانت اللعبك ربما مفتوح كتير لخلى المساحات شاغرة للفريق الأهلي اللي يستغل يعني هذا النقاط اللي غلط فيهم الفريق ستيفي وسجل ربع أهداف ولما يعني فريق مرشح باش يكون هو بطل إفريقيا ما نظنش لعريق يخلي لك الفرصة وربما رح يزيد لك صعوبات حتى هنا في الجزائر كابتن محمد شحاتة حابب رأيك بخصوص تعليق الفيفا النهائي بخصوص ملفي الجزائر أمام الكاميرون والسينيغال أمام مصر هذين أو هاتين القضيتين أسألتها كثيرة من الحبل هناك في مصر والجزائر تكي إعلامي بعد أن نشر الغسيل وتضح ما كان بالأمس غامضا ما رأيك في هاتين النتيجتين إن صح التعبير أعتقد يعني كما كان متوقعا بالنسبة للعقلاء في الجانبين كان متوقع أن إعادة المباراة صعبة جدا بالنسبة للجانبين أعتقد أنه مسألة دغدغة مشاعر الكل حاول ركوب هذا الموجه يعني بعض الإعلاميين وبعض اليوتيوبر وبعض وبعض الرجال وبعض الكوادر الإدارية سواء على الجانبين الكل في الشارع بالنسبة للشارع المصري في مصر كانت متوقعة هذا يعني بالنسبة المباراة لم يحدث فيه على عكس مباراة الجزائر مباراة مصر لم يكن هناك أحداث مؤثرة جدا يعني بالنسبة أعتقد ليزر وما شبه ذلك كل هذه الأمور حدثت في القاهرة نفس الشئ أعتقد أنه بالنسبة للشارع المصري لم يكن هناك السنغال استحق الصعود أما بالنسبة لمباراة الجزائر والكاميرو أعتقد الوضع مختلف تماما كان هناك أخطاء تحكمية فاجرة بالنسبة ولكن أعتقد أنه بالنسبة للملف الجزائري لم يضر بالشكل الجيد أعتقد يعني مسألة دغدغة المشاعر وبعض شفنا بعض المسؤولين شفت برضو لقاء لأحد المسؤولين بيدعي أنه مش بيدعي هو رئيس لجنة مكافحة الفساد أعتقد ما علاقة ذلك كل هذه الأمور يعني مسألة ركوب الموجة أو ركوب التريند أو شبه ذلك الكل حاول استغلال القضية لمصلحة الشخصية دون العمل بجدية من أجل إظهار الحق أعتقد يعني الكل كان متوقع هذا القرار يعني بالنسبة للعقلاء على الجانبين أما أما الذين كانوا يروجون لذلك كانوا يروجون من أجل مسألة شخصية أو استعراضية أو من أجل البروز أكثر بالنسبة أو الظهور أكثر في الشارع لا أكثر ولا أقال واضح يبقى معنا كابتن محمد إلى ضيوف فضين نتحط على الجولة التاسيام العشرين من الرابط المحترفة الأولى وقبلها اتحاد العاصمة عن طريق رئيس المجمع مجمع سيربور عشر جلول يطالب بملعب براقي هذه الشركة مستعدة بتكفل بأشغال الملعب والحصول عليه لصالح اتحاد العاصمة لو كانت لو تمت هذا الموراد لعشر جلول كيف تراه بالنسبة لفريق مثل اتحاد العاصمة صراحة أنا نسأل شغل دائما في هذه النقاط بالداد شغل خلاص ما فهمناش ملعب دويرة من دول المولودية للجزائر ثم تجي إدارة اتحاد العاصمة والطالب والطالب بملعب براقي الذي كان من قبل مطلب لشباب الوزداد وقبله 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 كان مطلبا لاتحاد الحراش والآن يعني الضرب الفريق الوطني يعني المنتخب الوطني نورمال منتخب يعني يقعد خصيص للفريق الوطني أو يقعد خصيص لمنتخب الوطني لكن كيف تشوف هكذا هكذا شحال نعيه ونقعد وهكذا هذي الملاعب تابعة لوزارة الشباب والرياضة يعني حتى ولو كان يعني نقوله المطلب بتاع سيعة قال لك قال لك مستعد يعني بشيكمل الأشغال ويوجد ويجهز الملعب لكن في هذه الحالة ماذا نقول عن شباب الوزداد ماذا نقول عن انتحاد الحراش بالراقي بالراقي الواقعة يعني الملعب الواقعة على على أمطار حتى نصر حسين داي حتى نصر حسين يعني هنا فهذه الأمور هنا لازم نشوفه نشوفه حلول وكما يقول نشوفه كيف لأنه يكمل هكذا لو كان يزيد ويمد ملعب الراقي الاتحاد العاصمة البنى لشباب الوزداد رح ينتفض واتحاد الحراش سينتفض ونصر حسين تاي سينتفض حتى رائج القبة ينتفض يعني هنا ونحن نقول حقهم يعني كيف تقول الصح ونبعد تقول حقهم واحد استفاد لا استفاد والخرين مستفاد مستفاد لازم دائما كما يقول كل حاجة في بلاسها حاجة تبعا للوزارة نخلوها للوزارة حاجة تبعا للفريق نخلوه للفريق الواحد كما يقول ملعب بلوغين هو ملعب جميل ملعب يقدر يعني يقدر يرموه يدير إعادة تهيئة يشبه الملعب الإنجليزية عنده ملعب ملعب شباب ما شاء الله يشبه الملعب الإنجليزية يقدر يدير له ترميم يدير له تهيئة ويخرج كما يقول حتى الموقع دياله استراتيجي وجميل جدا ويقدر يعني بلوغين قادر يعني يديره عشب طبيعي ويديره مركز تدريب لفريق اتحاد العاصمة لديهم ميكانيات ويقدر يدرب يدرب فيه ويلعب في ملعب مغال عنده مواصفات ملعب إنجليزية وكان فرحان كان فرحان يقدم وهم يديرهم ملحق يديرهم ملحق عندما يتم تجهيز هذا الملعب لمن تعود خاصية الاستعمال لوزر الشباب والرياضة يعني عادي أنه يزداول على الفرق البطولة الوطنية الأسماء اللي ذكرتها نصح حسين داي القبة الحراج شباب بالوزداد الاتحاد العاصمة عادي عادي أنهم مدرح رح تولي لا شارج هنا رح يوزي عب تكلم تفضل على عجل من فضلك تفضل على فريق بركي قال لك ملودية الجزائر استفادت و لازم احنا تاني ندو ملعب براقي ما ننساوش بالملودية الجزائر اللي يعتبر عميد الأندية الجزائرية ما كاشف فريق سوفره في هذا الأمر كما ملودية الجزائر فريق الواحيد في العالم ربما ليستقبل ضيوفه في ملعب اللي ما يتدربش فيه فريق الواحيد في العالم المدرب بتاعه مع لا بلوش غدوا وين راح يتدرب هذا لازم يقول كمان قرار صائب رئيس الجمهورية اللي انفا جواحد شاف في هذا الفريق كان محقور منذ 1977 واضح وصلنا إلى نهاية يا مرياد البرنامج فوضيل شكرا بارك الله فيكم يعطيكم صحة نعزي فقط عائلة عقون في وفاة الوالدة ديالهم نعزي صديقي فيصل عقون رحمه وقلوا إنا لله وإنا إلا يراجعون وربي أعطيكم صبر إن شاء الله رحمه الله والهمام صبر وصلوا الشيخ بارك الله فيكم بارك الله فيكم والمرأة الجاية إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك سلمون ونعزي عائلة عصماني على فقد طاهر ربي رحمه شريته فاليوم طلبوا المغفرة والرحمة رحمه الله وأسكنه في سيحة جنانة كوتش أبو الكابتن محمد شكرا جزيلا لك كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة تحياتي كابتن نبيل وتحياتي للشعب القديري ولكل ولكل السادة بضيوفك شكرا جزيلا لك إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم الملقى يوم الثلاثة المقبل دمتم أوفياء لقناة الوطنية وبرنامج الفار الياضي أسودعكم الله الذي لا تضيع ودع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة